والأهل كمان خلال الساعات اللي جاية بمستني عرض رسمي لعمر السولية من أحد الدوريات الخالجية الأهل ما عندوش مانع زي ما قلت حضراتكم قبل كده في رحيل عمر السولية بالاتفاق يعني لو عمر السولية جاله عرض كويس الأهل مش هيوفه قدام عمر السولية وفي نفس الوقت كلر مش هيداه أو لو عمر السولية مش عشان هو عنده زحمة كويسة في وسط الملعب أقيمة كبيرة ويفضل عمر السولية منافس لأي لاعب في وسط ملعب النادي الأهلي بس ما فيش منع كبير ان عامل السلية يمشي من نادي الاهلي وما فيش ما يمنع بقاءه ايضا يعني الراجل مارس الكولر مش ممنع من بقاء عامل السلية بس لو مشي تمام ما فيش مشكلة ده لو جاله عرض هو عايز يروحه يعني لو عامل السلية جاله عرض خليجي وهو موافق عليه الاهلي هيرحب هيرحب